على صعيد آخر دعا ناشطون في مدينة القدس إلى ضرورة الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية وحماية تلك المقدسات والمدارس التابعة لها داخل الحرم القدسي سواء كانت مدارس مسيحية أو إسلامية ويأتي هذا التحذير في ظل محاولة سلطات الاحتلال تغيير حقيقة مدينة القدس وروحها الدينية المسيحية والإسلامية وسعيها لفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس العربية بعد أن كان المنهاج الأردني مطبقا حتى عام 2000 فضلا عن إدراج مواد في المنهاج الإسرائيلي تتماشى ومخططات الاحتلال من خلال تغيير أسماء المدني ومحاربة اللغة العربية والتراث الوطني كما وضعت سلطات الاحتلال خطة تعرف بأسرالة النظام التعليمي في مدينة القدس حيث تقوم بحث في كل ما له علاقة بالانتماء العربي وتغيير أسماء المدن الفلسطينية ومعالم القدس التاريخية والثقافية وتهويدها اشتركوا في القناة